قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما أو متعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله وما ولاه أي طاعة الله ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها وهذا في ذنب الدنيا والدنيا لا تذم مطلقا الدنيا لا تذم مطلقا وإنما تذم إن شغلت عن الغاية التي خلق الإنسان في الدنيا لأجلها وهي عبادة الله فإذا شغلت الدنيا عن هذه الغاية فإنها حينئذ تذم ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعون ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أي ما شابهه مثل ما قال المصنف رحمه الله أي ما ألها عن ما ولاه أي طاعة الله ما ولاه أي طاعة الله قال وما ولاه عالما ومتعلما وهذا في فضل العلم تعلما وتعليما قال الشارح رحمه الله الملعون من الدنيا ما ألها عن طاعة الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون نعم هذا هو حدود الذنب للدنيا ما ألها عن المقصود عن الغاية التي خلق لأجلها العدو وهي طاعة الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة نعم نعم